اللقطة الرابعة أيضا من واقعنا الشيعي رسالة وصلتني أنا هنا كتبت في هذه الورقة التي بين يدي نص الكلام الذي وردني في تلك الرسالة الرسالة فيها كلام كثير لكنني اقتطفت هذه الجملة هذه من وصايا المرجعية لي وكلائها أنا أحدث الذين جربوا صدقي واختبروني طيلة سنين من أنني لا أنقل كلاما ما لم أكن متأكدا منه الذي أرسل لي الرسالة من وكلاء المرجعية وهذه وصايا المرجعية لن أتحدث عن أسماء ولن أتحدث عن أي مرجع وإن كانت القضية واضحة لا تحتاج إلى براهين ابن المرجع يوصي وكلاء أبيه نذهب إلى ماذا أقول نذهب إلى زبدة القول ما هي بزبدة في القول نذهب إلى قذارة القول إلى مزبلة القول أنا هنا كتبت الذي وردني بالنص هذه من جملة الوصايا هذه وصايا ما قبل شهر محرم ما قبل شهر محرم تصدر وصايا للوكلاء خصوصا في هذه الفترة وقد حدث انقطاع في السفر وفي التواصل فيما بين العديد من الوكلاء وبين مراجعهم في النجاف ما هي مزبلة القول هناك مجموعة من النصائح أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل حياتهم اليومية لكن لفت نظر هذه الجملة وأنا أعرف هذا الواقع منذ عقود هكذا يتحرك وهكذا يفكرون وهكذا يتحدثون وإذا أردت أن أحدثكم عما سمعته أنا وعما شاهدته وعما عايشته فذلك حديث طويل هكذا يوصي أوكلاء المرجعية بعد أن يطلب منهم أن يحدث الناس بكرامات المراجع عموما حتى تصدق كراماته وكرامات أبيه هو أيضا فبعد أن يطلب منهم أن يحدث الناس عن كرامات المراجع عموما ليس عن الأحياء قطعا عن الأموات لا يمكن أن يحدث عن كرامات للأحياء المراجع الآخرون هم يتحدثون عن كراماتهم أيضا وهم أيضا أوصوا وكلاءهم بنفس هذه الوصايا هم لا يختلفون هم يشربون من آنية قذرة واحدة هم يسيرون في طريق شيطاني واحد ويلبسون نفس العمائم الإبليسية الطابقية هالشكل يقولهم يقولهم الشيعة مطاية خصوصا المعدان شا تقول لهم يصدقون هينوهم ولا تحترموهم وبعد ذلك يشرح لهم يقول لأنكم إذا احترمتموهم سيشعرون أنهم بشر وحينئذ ستكون ألسنتهم طويلة أنا لا أتحدث عن مرجع بعينه ولا عن ابن مرجع بعينه هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف هذا هو منطق المراجع صحيح صدر عن شخص بعينه لكن بحسب ما تعلمت من واقعي هذه المؤسسة الدينية الجميع كذا يتحدثون يقول لهم إذا احترمتموهم سيشعرون أنهم بشر وحينئذ لا نستطيع أن نسيطر عليهم هينوهم حتى يبقوا مطايا حمير نجاتنا أماننا يقول لهم أمانكم أنتم حتى تأمنوا على أنفسكم أبقوهم حميرا وعاملوهم كالحمير الغريب أن الذين يتحدث معهم كثير منهم من المعدان من نفس مناطق المعدان المعدان الفرات الأوسط المدن التي تتغذى من نهر الفرات وفروعه الحلة ديوانية سماوة وكذلك في الجنوب معدان الجنوب البصرة الناصرية العمارة الكوت الشيعة مطاية خصوصا المعدان شا تقول لهم يصدقون هينوهم ولا تحترموهم هنيالكم 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 أوبوبو زايت هو هذا اللي ناسبكم هو هذا اللي ناسبكم صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا جدا نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر